اشتركوا في القناة ورئيس اللجنة كان بيرد على استفسارات الاعضاء ولسه ده تقرير مبدئي لكن تقرير النهائي لسه وحيأتي متكامل لان فيه لسه في انتظار رد من بيانات من مديرات امن برسعيد وفيه جهات لسه ما وفدش بالتقرير بتاعتها لكن هو النهاردة عرض التقرير المبدئي وبرضو العضاء نقشوه بتفاصيله ورد على بعض الشبهات متعلقة بالقرار وان شاء الله القرار النهائي يكون يعني مكمل الحاجات دي اخر اخبار مسألة اللي هي في العملية الحادثة بتعتبرين الاقباط والمسلمين اخر اخبارها يعني ما وصل اليكم يا اخي الاخبار اللي هناك موجودة خلي بالك هم جابوا الطرفين مبارح هنا في اللجنة ونقشوهم واصلا الناس رضوا بالحل العرفي اللي التعامل هناك وبرضو كان رضو حزب النور الشيخ احمد الشريف نقش في المسألة دي وقال لهم احنا والله عملنا حل ورضوا بالطرفين انتو مش راضيين احنا يقولنا الطرفين ارفعوا ايديكو واحنا نرفع ايدينا وخلوا الموضوع يتحل بالطريقة اللي انتو عايزينها يعني يعني لكن الموضوع تحلي بطريقة برضى كل الاطراف يعني فالحد عايز يقول عايزين القانون يتطبق بتاعنا احنا ما عندناش مانع بس الاطراف اللي هي تخص الموضوع تقول لنا انتو ارفعوا ايديكم وما تكوش دعوا بالموضوع واحنا نسلم الموضوع خير غير زيبا عيد ما رأيكم كحزب نور يعني في تقييم اذاء حكومة السيد الجنزوري والله زي ما قلتنا الاخوة اللي ابليك فمحدش يقدر يقيم اداءها في الفترة الوجيزة اهي البلد كل ما تيجي تتحرك تيجي لها كبوة واحنا لازم نعطي فرصة لأي حكومة لكن تغيير حكومات كل يوم حكومة كل يوم حكومة محدش يستطيع يحكم على اداء حكومة في الفترة الوجيزة خاصة قوبلت ببعض الاعتصامات واحداث برصائد وغيرها طيب بعض الاطراف الاخرى الفعالة على الساحة المصرية كفصيل مشهور سياسي يعني كان يطالب بتكشكيل حكومة انقاذ وطنية اقصد جماعة اخوة مسلمين ما رأيكم في هذه الفكرة والله احنا غيرنا اكثر من حكومة اللي نراه لازم ندي راجل فرصة وان شاء الله المجلس بدأ يشتغل وهي حيبدأ مجلس الشورى باذن الله بعد ايام يشتغل والامور تتحسن وعقلة الانتاج واحنا اهم حاجة الامن في البلد يعني اذا كان في امن وفي اقتصاد ان شاء الله البلد حتتحرك وربنا يوفقنا وندعو المصريين كلهم يدعو المصر اجعلها امينة مطمئنة وسائل البلاد المسلمين شكرا عطف المغوري عضو مجل الشعب الشرعية تجمع بمعليل بحضرتك اهلا بي بالنسبة حدثنا عن مسألة اللجنة التي كانت مشكلة لجنة التقص الحقائق ماذا انتهت؟ وطبعا لجنة التقص الحقائق اصلا كانت مشكلة اصلا التشكيل الاصلي كانت مشكلة لمناقشة احداث برسعيد في الجلسة الطارئة اللي هي يوم 2 فبراير هي طبعا 2 فبراير 2 فبراير وكانت منح لها مهلة اسبوع ان تقدم تقريرها فهي انتهت من تقريرها بالامس وارض اليوم بالامس ونقش بالامس تقرير اللجنة واستكمل تقرير منقشته اليوم ايضا هو تقرير مبدئي لان هناك تقرير سيلحق به سيحدد بعض الاسماء باتهام صريح لان هي اللجنة مهمتها كبرلمانية هي لجنة لها قدر من السرية في استعراض الاسماء لان دي احنا مش جاهد تحقيق حتى لا نتعارض مع السلطة القضائية لجنة تقصي حقائق بتحاول تستجل الحقيقة لكن ليس من حقك ان انت تعلن بعض الاسماء لان انت تحيل واللي جاهت السلطة القضائية والنيابة العامة انها تحقق مع الاشخاص اللجنة بازلت مجهود على مدر اكثر من اسبوع حتى انتهت من التقرير اول امس بحيث اصبح في متناول اعضاء المجلس مع اول جلسة عقدت يوم الاحد يوم حداشر او يوم اتناشر امبارها بالامس والتقرير طبعا عرض على المناقش العامة والزملاء السادة اعضاء المجلس بدأوا يدلوا ملاحظاتهم حوالين التقرير المبدأي دوا وتبينت وجهات النظر لكن هو من السابت ان احنا يجب ان نسجل شكرنا للجنة لما بازلته من مجهود واتطرت باكتر من جهة ومعظم اطراف المشكلة لكن انا شخصيا لي رؤيته ان التقرير تعرض للحادث باعتباره حادث منفصل عن سياق الاحداث التي تعرضت لها مصر منذ 11 فبراير عام 2011 بعد 11 فبراير بالتحديد يعني على مدار سنة هناك احداث كثيرة تعرضت لها مصر التعامل مع حادث برسعيد بشكل منفصل عن هذه الاحداث يخلي بالحقيقة هذا الحادث يأتي متصلا بكافة الحوادث التي تعرضت لها مصر سواء على المستوى العام الانفلات الامن العام على ربوع مصر او كمان انا في رأيي ان هذا الحادث متصل بحادث اخر يوم 28 يناير 2011 اللي هو فتح السجون واطلاق السجناء هذا الحادث الاجراء الذي تم يوم 28 هو الذي مازال يأتي صماره على مستوى مصر في الانفلات الامنى وترويع المواطنين المصريين بشكل في كل نواحي مصر كما ما يترتب على كل حادث حادث مصرح البالون حادث العباسية حادث مش عارف كنيسة ايه حادث محمد محمود محطات هذه المحطات التي شكلت فيها لجان على مدار كل حادث كان يشكل فيه لجنة تقصي الحقائق لم نرى لكل لجان هذه لجان الحقائق تقصي الحقائق اي نتائج تقول مين بل بالعكس بدأ الترويج للموضوع اللهو الخفي والطرف التالت ومندسين وهناك مؤامرة على البلد الامر من السابت ان سر نجاح السورى من عدمه هو كلمة السر هو الامن 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 وما يحدث الان من انفلات امني هو مخطط لترويع المواطنين بالاضافة الى الضغوط الاقتصادية التي تمارس على المواطنين كي يكفروا بالثورة على هو خطابه طبعا اما انا او الفوضى الفوضى هو مجرد فتح باب السجون واطلاق المعتقلين والمساجين الاجراميين هو المشهد اللي احنا بنعيشه النهاردة على ربع مصر والحادث الذي حدث في برزعيد ليس حادثا منفصلا عن كل الحوادث التي تعرضت له الثورة حتى افتعال الحادث يكون له رد فعل ثم نبدأ نتعامل مع النتائج دون التعامل مع المقدمات يعني على سبيل المثال انت في وقفتك هذه امام مجلس الشعب هذا المشهد الذي تنقله للناس وكل الناس بتشوفه هو لا يليق بمشهد لمجلس شعب ما بعد الثورة ان يكون سكنة عسكرية الطرق المؤدية لها كلها كتر خرصانية وحواجز امنية وحراسات هذا الامر يعني المشاهد المحايد الذي لا يعرف ماذا حدث في هذا البلد اذا شاهد هذا الموقف يقول لك لا ده مجلس شعب جاء به انقلاب عسكري وليس بعد الثور فعلينا ان نبحث عن المقدمات لنتعامل مع النتائج يعني هذا المشهد قبل 19 نوفمبر لم يكن قائما لكن بعد اقتحام صينية الميدان وما ترتب عليها من ردود افعال بدأ محمد محمود مجلس الوزراء واصر العيني والشوارع المؤدية ثم اخيرا احداث محيط وزارة الداخلية في اعقاب حادثة برسعيد يعني في حادث ويتبعه حوادث حادث فلسلة التعامل مع النتائج دون البحث في مقدمتها واسبابها اخلال بالحقيقة هو زهر هو المأزق وبنان عليه انا وجهة نظري ان التقرير يعني خلم في البداية ان يتعرض في البداية ويقول ان حادث بمسبحة برسعيد تأتي في سياق العديد من الحوادث التي لم نعلم حتى الان فاعليها وانها تأتي في التآمر اذا كانت الثورة اسقطت رأس النظام الحادث الان وهذه الحوادث والانفلات الامن والحوادث المفتعلة التي يترتب عليها ردود افعال يتعم التعامل مع ردود الافعال بشكل سلبي بحيث يبقى في عندي شهداء وعندي ضحايا وعندي مصابين ونخطفل في جدل مين ضرب مين ما ضربش وده بلتجية لا ده مش بلتجية لا ده سوار لا كذا لان هناك مخطط لإسقاط الدولة وليس الصوار من هدفهم إسقاط الدولة الذين يسعون إلى إسقاط الدولة هم أنصار رأس النظام اللي احنا شفنا جماعتهم ظهرت على السطح أسفينيا ريس أبناء مبارك وأيضا المشهد الذي كان في العباسية يوم الجمعة الماضي مشهد الشرطة العسكرية تفصل بين مؤيد المجلس العسكري وبين معارض المجلس العسكري يعني بين مؤيد مبارك وبين معارض مبارك سؤال الأخير كيف تقيم حضرتك المجموعات اللي هي السورية التي تندمئل إلى سر المصري كالشركين السوري يعني طبعا تحتاج لك خبرة ولك باعي يعني كيف تقيمهم وإذا كان لك تحفظ عليهم كيف تنصحهم أولا أي فعل شعبي أي فعل شعبي لا أحد له وصي عليه وأي فعل شعبي يعني بيبدأ بيبدأ أي دعوة أي دعوة بغض النظر تتفق معها أو تختلف أي دعوة للتغيير دائما لعدم فهم الناس لها بغض النظر عن مدى وجهتها أو عدمه بيبقى شيء مستهجا ولذلك نقول أن السورة يصنحها حالم ويفجرها سائر ويستولى عليها انتهاز فهي أفكار بيبقى لها قدر من الرومانسية لكن يعني مثلا فكرة العصيان اللي كانت معروضة يوم 11 فبراير العصيان هو أعلى فعل ثوري شعبي يعني لكن أنا في رأيي أن العصيان قد نجح نظرا لتجنيد كل أجهزة الدولة ضد العصيان لما يطلع لشيخ الأزهر والمفتي والكنيسة ويقول لك ويقول لك العصيان حرام طبما هالتظاهر على مبارك قبل 25 كان حرام يعني المسائل تتخذ بكده فالمسائل يجب أن يكون لها حاجة حاجة ما حرام وحلال في السياسة السياسة في الفعل الشعبي لكن لما يجي حرام هالي طب الحلال يا فضلت المفتي يعني لما تقول لي العصيان العصيان هو شكل أعلى أشكال الاحتجاج يسبق إضرابات يعني إحنا في التجمع لنا شعارنا من زمان منزل تأسيسنا الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوة الإضراب مشروع مشروع ضد القهر وضد الجوة فإذن أنا يعني ومنظمات يعني ما يجي اتحاد غرف التجارية يقول لك التجار إحنا مش موافقين على العصيان هونت لو وفقت على العصيان ووجهت وناديت التجار التجارة يسمعوا كلامك وقفلوا لا كلام مش موافق اتحاد عمال مصر يقول لك إحنا مش موافقين على العصيان وضد العصيان ونجرمه وبنان ولذلك العمال هيتجوا لأعمالهم بقولوا أنت بأي أمار هونت لو قلت ترجمة نانسي قنقر